بسم الله الرحمن الرحيم أنا بدأت التسجيل أول شيء اليوم حابين نستضيف الأخت كريمة في مداخلة منها ستتكلم لنا اليوم عن ما حصل لها مع مرض الكورونا بعض النصائح التي ستقدمها للمواطن العربي ستقدم بعض النصائح لأصحاب المهنة لنسمع منها ما حصل معها تفضل يا أخت كريمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وكلكم أنا اسمي كريمة أستاذ إنجليزي في إطار تعليم متوسط وطالب الجامعية تحصص ترجمة إنجليزي عربي في المجال الثقافي أنا شاعر لدي كتاب الفاتحة قبل ثانتين وبعض المواهد كفنانة أشتغل لحالي إن شاء الله الله أعطيك أنا أعجب الله يعافيك شكرا في الأصل أنا قبل من بدايات شهر رمضان أصبت بهذا الفيروس الفيروس كوفيد 19 وبفضل الله تعالى أنا الآن خرجت من هذا المرض فضل الله أولا وفضل إنه يعني اعتنائي بصحتي جيدا جيدا كما ينبغي ويعني اتباع نفائح الطبية وكل شيء يعني يفيد جسمي وسحتي بالضبط أنا يعني أنا اتخذته بفضل الله تعالى وبالإضافة إلى العمر يعني يعطي يعطي دافع يعني أن الواحد يخرج إن شاء الله من هذا المرض وكذلك الأمراض المعدية الأمراض المزمنة الحمد لله تعالى ما عندي أمراض مزمنة كيف بدأ معك يا كريم المرض كيف يعني هل تعرفي من أين حصلت على الفيروس من من النقل لك هو من أين جبت الفيروس أنا تعرف الحد الآن نعم بس في الأصل يعني بعض هي الأعراض كلها يعني ظهرت عليه تقريبا وكل ما يسألوني يعني الأطباء على الأعراض تقريبا أنا حسبتها الحد الآن عندي حمى أجتني حمى أول شيء وزكاة المتقطع يأتي ويروح يأتي سعال شديد سعال وجفاف بالريق يعني حتى أن الواحد يشرب الماء وما يحس أنه يشرب الماء من كفر الجفاف هذا كله قبل رمضان يعني بأيام صارت هي في بحة في صوتي نعم يعني بحة شديدة جدا حتى أنه قطع تمام صوتي وصلت في الأيام أنه صوتي ما فيه صوت أصلا أتكلم بس بالهمس وحتى بالهمس كمان يعني 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 الجملة ما أكملها من كتر يعني يعني بحة شديدة جدا يعني بتعتبري أعلى من متوسط الحالة اللي إيجتك هي بحة يعني مش طبيعية يعني الواحد يروح عنا كل النفس تقريبا طب هل حتاجت أنك تنومي بالمستشفى ولا كنت في المنزل لا أبقيت بالمنزل وكنت دائما عندي الصلاة مع أصدقاء يعني ممرضين وهما دائما ينصحوني ببعض النصاح دائما يذكروني أني مثلا أضع ملابسي في الشمس مثلا لما أخرج دائما ما أنسي الكمامة وما استحي أني استعمل الكمامة في المجتمع رغم أن المجتمع يعني مش مؤمن تماما بالمرض حتى أن لليوم أنا كل إسراري أني أعمل هذه الفيديوهات هو أول شيء أنها يعني مسج ورسالة للأهل أولا والمجتمع ثانيا والوقع العربي وإن شاء ما برك يعني نبرج الحالة قورت صار عندي اختناق يعني يعني ضغط بالصبر أوكي هذا أي يوم تقريبا أهل هذا بعد يوم السابق السادس أوكي السابع 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 أوكي هو البداية للمشاكل نعم كانت الحالة مستقرة بعدين أطبحت حالة معناها يعني متضاعفة وخطيرة شوي لهذا الاختناق بالضبط صار يعني اختناق ضغط في الصدر بالضبط ورايح للقلب يعني هو الصدر والقلب كلهم قدام بعض نعم فهي الحالة خطيرة جدا لدرجة أني كلما أتذكرها أني دايما أنا مارسة الرياضة فضل الله كل يوم وأتعرض للشمس وأكل التمر بشكل يعني مستمر ويعني الأغذية مثلا سكر الأبيض يعني منهين عنه أنا متوقعة على السكر الأبيض مثلا نلقاه وإي شيء فيه ونبهات أنا ما أعملها لأجل صحتي ويكون بدني يعني بشكل سليم فذكر أني في اليوم السابع تقريبا أو الثامن إجاني ضغط على الصدر المستوى للصدر ثم على القلب وعملت رياضة عملت رياضة 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 حاولت أني تنفس كثير وأعمل تنفس يعني اللي يعني نسلم ما نحن بتنمي هذه البشرية نعم فكل ما فأتصلت أنا بالأطباء وكنت قبل يومين بالضبط أعملوا يعني صور على الصدر راديو يعني وعطوني يس أدوية خفيفة قالوا كليا يعني أسبوع تعمل ما تتكلمي حتى لو أشياء ضرورية ما تتكلمي و بس أنا أهلي كنت خايفة عليهم فأحاول أني ما أقدر أني أبين لهم كل شيء في المرض كنت عازل نفسك عن أهلك ولا عازل نعم هي بس أمي كان دائما معي وأنا كنت خايفة عليها جدا صراح نعم وعاز هذا نفسي يعني كل الناس أنا عندما هذا المرض بالضبط دخل لمنطقتي أنا من هذا اليوم بالضبط كنت الحمد لله متشبعة من المعلومات على هذا المرض من عندما كانت في الصين كل نصائح عارفت وعارف المرض وهي تابع دائما في تفليزيون ولما إجا في منطقتي بالضبط أنا كنت أول إنسان اشتريت كمامات واشتريت حتى بعدد العائلة يعني نعم كنت اشتريت بعدد عائلتنا وهذه كمامة وأنا أول وحدة حطيتي كمامة هذه ببلدنا وكان الناس مستغربين يعني لما شفوني حطيتي كمامة أنا أقول بس يا ربي يا ربي أنت قلت اتخذ بالأسباب فأنا اتخذ بالأسباب والبقية يعني الله سبحانه وتعالى طيب في اليوم السابع بدأت عندك الضيق النفس كم بقي هذا الضيق النفس يعني في يوم كان يجين يعني مش وراء بعض ولا مستمر ما كان مستمر وهذاك اليوم بالضبط اليوم السابع أو الثامن زي ما قلت لك حسيف أني خلاص حموت يعني اختناق تموت يعني الموت مش جوني الأطباء اثنين أطباء للبيت وشفو لي حرارتي يقول الحرارة أربعين درجة نعم والأطباء يعني بالمنطقة هنا أخصائيين وغير أخصائيين وقالوا لهم شوفوا ما جيبوها اليوم جيبوها بكرة وشوف تماطل يعني في العمل للأسر الشديد تماطل تماطل شديد شديد جدا أما هذا أكثر حاجة يعني أرهب محسة أني عندي إرهاق فيها من كثر يعني مش هيك يعني مش لدرجة أنه أنه نوصل أمراض هذه والناس يضب يعني تماطل وتعمل أشياء يعني هل في كان متابعة من السلطات الصحة عليك ولا فقط من أصدقائك هو في الأصل عندي دكتور هذا الأخصائي بالضبط أنا في اليوم السابع بالضبط رحت المستشفى العام عندنا قريب من البيت رحت على رجلي وأنا اتصلت بهم أولا على التليفون قلت لهم أنا حالتي عندي كذا كذا من حالات وهم مش مصدقين بعدين قللي إذا أريدك تأتي ولا نحن نأخذوك بالنقالة فقلت لهم أنا لا نقالة ولا أي شيء أنا الحمد لله رياضية وأحب أن يمشي فأجيكم رحت لهم للمشفى العام وعملوا لي رديوهات وعملون على أن صحف في هذا مرض وما لمسوني وكانوا خايفين مني جدا أي بيّنهم الخوف هذاك علي ونصائح يقول لي إياك أنك تتكلم إياك أنك لم تتلك الدواء ونحن نتصل بك كل وقت نتصل بك وهم كلهم يبينوا أني أنا وريضة بس في كلامه أنا أقول له في المرض حتى أني أتخذ أشياء يمكن لازم أتخذها أو أسأل أصدقائي ممرضين وأطباء أخرين وكذا وهم يقول لي لا لا ما فيك هم عشان شو هم مش تغيرة ومجال الطبي كنت أشغل مع دكتورة مساعدة في مشفى خلال سنة قريبا فأنا أعطم ما معناها الصحة ويعني أسألك كريمة كيف شخصوك بالمرض هل بس من الأعراض أو عملوا لك فحص لل PCR كيف ما فهمت هل عملوا لك فحص دم أو فحص من الأنف المسح كيف شخصوك ماذا في الأصل بعد 7 أيام حالة مستقرة ثلاثة حالة مستجلة جدا وما عملوا لشي يأتيون لبيت وما يعملوا لشي ويتصلوا إطلاعهم كلهم وما يعملوا لشي وأدويتهم ما عملت لشي أعطوني بعض الأدوية ستطور لك إياها بعد إن شاء الله وعطيك الوصفة تشوف كلها نعم وبعد تقريبا يوم جاء اختناق من بكرة قالي الصبح تعالي للدكتور وما رح نرسلك أي ناقلة هذلك من ناقلات وإنما يأخذون على أني مريضة وكذا لا قالي خليني بين وبينك حتى الناس لا تزدعزعوا وأهلك لا يزدعزعوا وأنا أشكر على ذلك الدكتور هذا وإن شاء الله بإذن الله أذكر اسمها لاحقا الدكتور هذا ساعدني بكل ما أول معناها من القوة ومن نصائح ومن نفسيا وكان يسمع علي من قبل أنا مشهورة في الإذاعة فكان جدا مهتم فيني وقال أي شيء تحتاجين أنا عندك إن شاء الله وأنا أتصل بك الصبح ومساء صبح ومساء وفعلا كان يتصل فيك كان دائما يتصل فيني دائما في الصبح بك في كل وقات يتصل فيني أستاذ كريمة بس في سؤال أنت في البداية حكيتي أنهم عرضوا عليك يجوك أو أنت تروحي الآن بتقولي للدكتور هذا أو هذا في موقف ثاني الدكتور هذا بالضبط أنا لم أذهب للمشفى التي فيها مرضى الكوفيد أنا رحت لالعجوز الخاصة هذا هذا النوع شيء ثاني الأدوية التي أعطاك إياها الطبيب هذا فقط الأدوية التي تحكي لي عنها أعطاك إياها الطبيب لا الأثنين أعطاني اليوم السابع المشفى العام أعطوني أول دواء ثم أعطاني طبيب أنا من نفس قريبا اليوم أو من بكرة صلعت الطبيب هذا للعياسة وقلت له كذا عندي من الأعراض وشوفني عندي صديقات هم الذين كانوا ينصحوني أين أرور وكيف فرحت له وعطاني أدوية أخرى وقال أيهم آكل وأيهم لا وضعني دائما يسأل عليه ولما وصلت اليوم السابع بالضبط وصار لهذاك الاختناق هم تصلوا بالإثنين المشفى العام الذي جريب من بيتي وهذا الدكتور الذي هو على بعض 30 مسافة ساعة الطريق هل حفظ أسماع الأدوية أم لا لا في الأصل ليس حفظ أدوية عندي صور على راديوهات عندي صور عليها عندي ملف طبي كامل وعند فيديوهات كذلك لأبسر تفاصيل الذي يريد أي تفاصيل في أي شيء عندي فيديوهات كذلك عاملة فيديوهات لايف وصور في المشفى الذي هو كل الحافظة حدثتني في المشفى خلال أربع أيام هذا الكورونا لم يخوفني ثم خرجت بدرس أعطاني درس هذا الكورونا وأعطيتها درس كذلك ولذلك أنا مسر جدا أن أعمل هذا فيديو لايف مهما يكون مهما تكون طب ما رسالتك وما رسالة التي حبت وصليها طيب بسم الله رحمة رحيم أنا في اليوم الأخير بالضبط عرفت أنا ما المشكل ومن وصل لي هذا الفيروس بس خلينا نمش واحد واحد اوكي طيب أنا لما دخلت المشفى الدكتور كان معاين إجا كتب لي أدوية قالوا لي هذه أدوية كورونا كولي هذه الأدوية وإن عندك جرعة في اليوم كذا الجرعة في يوم كذا ثنين من الأدوية فراح الدكتور وراح كل الأشياء معا من لما راح الدكتور اللي هو مسؤول علي إن شاء الله ندارك فيهم كلهم وين راح أوفعا إلى عين ذهر راح ومش عاربة أنا وين يشتغل يعني كيف أنا عربع أيام ودكتور مسؤول علي ما يجيني مجاني حتى أن هذا اللي كان يعني متابعني من براس المشكلة كان هو أكثر يعني معتني بي يقولون ما أعمل وكذا وأنا راح أتصل بصديقي وقل لها يعني هو زميلة مش صديقة يقول لي أتصل به وأسأل على حاجتك وأنا أقول لهم ندولي الدكتور وما يجيني نمتاز وغلقين علينا الأبواب زي سجون نعم أنا من أول لحظة بخلص المشفى للأسف الشديد شفت هذا المنظر أنهم يعملون لأننا كأننا مستجين والله كأننا نحن فعلا وهذه أول حاجة يعني تحطم أي واحد مريض لكن أنا بفضل الله تعالى يعني بسبب أني أنا ما أخاف من المستشفيات فما جاءتني حاجة كبيرة بس كريمة هو اسمه حجر صحي يعني ليس سجون لأنه عشان ما يطلع أحد ويدخل طيب لكن لا تتكر وأنا قدامك يا سيد دعني أدخل الغرفة وأنت أتكر على حالك حسنا ممتاز بعدين هو الطبيب خصص لي واحدة ممرضة يعني وكل من يدخل علي يقول لي ما اسمك أنا أقول أنت كذلك ما اسمك وعندي اسماياتهم كلهم الحمد الله رب العالمين ممتاز صحيح 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 أنا لا خمتين صحيح صحيح أيوة فأنا هذه الممرضة أعطتني الأدوية لم أشفتها إلا اليوم الأخير لما جدتني اليوم الأخير قالت ما اسمك أنت وقال أنا لم أعطيتكم اسمي عندما دخلت صحيح صحيح ما عندي دفتر تكتبوني اسمي وفيها الأدوية لأنا كليتها قالت أنا ليس طبيبة حتى أعرف الأدوية ما فيها أنت صحيح قالت أنت كليتها بشكل طبيعي قالت آه بشكل طبيعي بفضل الله لولا أنكم هم المفروض يتابعوا هو الواحد يمكن نفسي ستتعب أو أي شيء فيترك الدواء فهما المفروض أنه يتابعوا مثلا والحمد لله الله يتابع فيي وسبحانه وتعالى هو الأوصاني على نفسي أني ما أهملها فخلاص لا دكتور ولا غير أنا دكتورة نفسي بعدين كان التماطل الشديد في المخابر يعني في عمل المخابر أنا ما عندي أفكار كثيرة يعني حول عمل المخابر لكن تحليل راديوهات تحليل دم تحليل الأنف والمخاط والريق هذه كلها يعني أربع أيام إلا آخر يوم يعني قالوا لي فيها ما عندك و ما عندك عملوا لي تحليل حول المخاط في أنف يعني والريق هذه أول تحليل عملوا لي إياها أخذوا العينات من أول يوم وبعدين وعدوني من أول يوم أنهم يعملوا لي تحليل دم تتخيل يا أستاذ يعني دكتور من الصبح من ثامنة من لما أصحى يعني أو من لما دخلوني حتى نص النهار وأنتظر يجيني دكتور يقول لي سأقوم بك تحليل دم وأنت يجعلك صايمة كما قال الدكتور من اللي قال أنا صايمة دكتور أنت معي؟ معاك سامعك أيها قالوا لي سأقوم بك تحليل دم من أول يوم تتخيل أربع ساعات وأنا قاعدة لا شاربة لا شاربة شيء وعندي هذا الجفاف الشديد وعندي اختلاق لذلك اليوم دخلت فيه المشفى كان عندي اختلاق شديد وأنا أقول أنا دخلت المشفى أنا في يد الله ثم يد الأطباء نعم ولكنهم لم يفعلوا شيء ومن لما دخلوا لي الغرفة الغرفة أربع جدران يعني ما فيها تنفس والنافذة مغلقة تماما حتى أن عندما أتتح النازل يحدث بعدها شباك الشباك لا يدخل الهواء وأنا استنفس في بيتنا في بيتنا لدينا لدينا هوا كثير لدينا هوا كثير وأعمل رياضة فأنا أصلا أنا إنسانة رياضية فلا تضعني في مكان لا يوجد هوا أو لا يمكنني أعمل رياضة حركات قال المهم أنا لحد الآن عمبي جفاف فريق لذلك ما أقدر أن أتكلم أنت الآن تعالجت نهاية من الفيروس تقريبا الحمد لله أنا أنا أربع عشر خلصت آخر يوم في أربع عشر يوم تقريبا في المشفى أعطوني كل تحليل أخرجي ولكن تذهب للبيت وما تخرج من البيت أربع عشر يوم أخرى نعم نعم أربع عشر أنت الآن في الأربع عشر يوم الثانية هذا نعم كيف تشعر الآن هل عندك أي مضاعفات؟ عندي 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 دائما حمى تسعد وتنزل من الحمى علي لسه ما زان عندك حمى يعني ايه ايه حرارة يعني عندي مقياس حرارة كم درجة الحرارة تقريبا تكون عندك؟ انا قلتك يعني لما مصير على الارض لا الان ايام هاي بعد ما خرجت هذه الايام انا اقولك شي انا في المستشفى اربع ايام بلاياليهم في المستشفى كل ما اقولهم الحرارة عندي في النهار وفي الليل تطلع لي كم من مرة مش مرة ومش اطنين تطلع لي يعني مرارا تسعد لي الحرارة وانا ديهم اقولهم تعالين عندي حرارة مرتفعة جدا ما يعملوا شي لا يعطوني لا مقياس اقيس به غريب بعد يوم الثالث اعطوني مقياس بس قولوا لي هاكي يعني احسبين به ورشعيه الباقي انا ترتع في الحرارة وتنزل ترتع وتنزل ترتع وتنزل وهم لا يجوني ولا اي شيء انا انا في البيت الله ارحم لي منهم همه ليش في البيت لان الواحد يطبق بنفسه يعني اوكي يداوي نفسه نعم اما عندما سجلوني لا خلوني اتنفس في غرفة ذي اتنفس ولا اعتنوا فينا ولا انا مش جاية هنا صراحة انا من البداية دائما اقول انا مش جاية اني احسب الناس وليش انا قلت اني ما القب انا من وين ولا كيف لذلك انا هي كل حرصا عليهم عليها بس انا المرحبات هذه هي درس لكل الممرضين يعني في كل العالم انا انا يعني كمريضة يعني اتجدة 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 وتكلم يعني بكل يعني عشان فيهم وكل امل في الناس اللي عندهم ضمائر يعني انسانيا بس يعني ما تعاملني اني بنت يعني ست وضعيفة ولا تعاملني اني مسلمة زي ذلك ولا تعاملني اني من بندك ولا اي شيء عاملني بس انسان فانت بتتوقع انه تم التقصير بحقك كبير والله وهذا لذلك انا يعني حبيت اني اعطيهم درس انه الاهمال الاهمال في العمل مش هيك يعني الاهمال في العمل مش هيك هل تتوقعي؟ طب خلينا كريمة يعني انا ابي متوفي يتيمة يعني الله يرحم ولا عندي لا جاه ولا سلطة ولا مال ولا ولا اي شيء جيتهم من الله سبحانه وتعالى انا معتمد على الله واني في وطني اقول اني في وطني يعني ولا واحد يعني يجرى انه يعني يمس من كرامسي او تتوقعي في نقص في الكوادر نقص في المعدات هذا هو السبب؟ انا في الاصل قد اقول يعني كاحتمال انه نقص في الإبارة اوكي ايه لو المدير المدير الرسمي يعرف كيف يتحكم كل شيء يمشي تماما امم والله واني اوكي يعني هاد توقعاتك اوكي ممتاز ااا ا اخر كلمة تحب تحكيها للمشاهدين ارمع صفحات كفضلي وانتحبت فيها يعني المشاكل اللي فعلاً لقيتها واوه بس استاذ انت يعني اكيد ذرى وقتك الله وانا ما يسمحه اذا في نقاط رئيسية بلغنا اياها بالعكس نتشرف طيب اهم نقطة اهم نقطة الكورونا يعني انا بدي كل واحد ينسي اسم كورونا لان اصلا كورونا يعني رعب يعني موت بالنسبة للناس صح؟ اه انا بدي يوم اوصل لهم ان الكورونا هو وصخ الوصخ هذا طبيا يسموه فيروس صح؟ علميا طبيا يسموه فيروس سواء هو فيروس واحد عدس فيروسات او غيرها انا من لما اضغبت المشفى سبحان الله ابي حمده بيتي بيتنا انا حريصة جدا على النظافة قد يقول الناس ان يشوفك تنظف ما يقولوا 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 موتوث نعم دلانا انا اعطاهم منطقيا الموتوث مين الموتوث الموتوث الذي نظفة المويف صحيح هذه وسوة في النظافة بالضبط شيء نظيف لكن شيء متوسخ انت تنظف هذا شيء طبيعي طبعا ملارس متوسخ انت تنظفها صحيح أنا بيتي نظيف جدا كله لقي نظيف جديد أصلا المكان اللي أعيش فيه جديد بيتنا جديد سبحان الله وبحمده رحت أنا للمشفى أدخلوني لغرفة اللهم عافين غرفة ليس غرفة يعني اوصفها من الغرفة اللي فيها بقع دم هما مات هما مات يعني أشياء زائدة مرمية كما مات كما مات متسخة هناك أقمشة متسخة كلش على السرير متسخ الغلاف السرير متسخ كلش هناك متسخ حتى ان هناك ثلاجة يعني متسخة لها سنين موجودة ثلاجة هناك وكلها اتساق وكلها روائح كريهة جدا الخزانة اللي مفروض الناس حق فيها ملابسها أنا فتحت الخزانة بسم الله الرحمن الرحيم ألاقي فيها ملابس أقول لك أنا ما جديش أني ألمسها بس أنا تقريبا تقريبا أقول لهذه ملابس إنسان مريض وترك فيها مرضه أو إنسان مات وترك ملابسها والله أنت ما تتخيل أن الواحد يدخل مكان مثل هذا نجس ويقول له اجلس وما تتحرك من مكانك وأنا أقول لهم ما عندي نفس أنا مش قادة أنت تنفس عندي اختناق لا ما تتحرك من مكانك يا سيدي الغرفة ضيقة جدا فيها ثلاثة أسرة وزعوا عليه وزعوا عليه شوية يعني خففوا شوية الزحمة يعني فيها عدة معدات كلها ما فيها حتى بايدة عدة طاولات تقريبا أربعة طاولات ثلاثة أسرة ثلاجة وأنا مش محتاجة ثلاجة يعني المهم ضيقة ضيقة جدا أنت كنت لوحدك في الغرفة صحيح؟ آآ كل واحدة يعني من البداية أعطونا وحدة في العزل نعم أنا سبحان الله بحمده أنا ما أتقبل الوسخ لا في نفسي ولا حتى عند الناس تقريبا أصير أساعدهم يعني عشان ما نقعد في الوسخ فمن أول لحظة يشهد الله يشهد الله أني من أول لحظة دخلت فيها للمشفى الآخر دقيقة خرج فيها تقريبا أنا كنت أعدها الآن حوالي 84 ساعة أنا في المشفى من أول لحظة دخلت فيها الآخر لحظة بالتقريب عديت أنها 84 لحظة وكريمة في المشفى خلال أربع أيام من 84 لحظة أنا ليل ونهار وأنا أنظف أنا شو بتنم؟ بتنم جيبولي جفيل بس معاقم وما ترجعوا لي أعطاني معاقم وعطاني نص قرعة يعني دولة فقيرة نصف قرعة نصف قرورة أعطاني نصف قرورة هذه وأنا سميت عليها بسم الله وحطيت فيها مي وصرت أنظف أنظفت الجدران أنظفت غرفتك في المستشفى نعم أنظفت غرفتك في المستشفى غرفتك في المستشفى أنا أول ما دخلت عندي صديقات عندي بعض الصديقات إيجابية ما شاء الله أنا محتاجتكم هي واحدة أو اثنين تقريباً أنا محتاجتكم كل ما يصور عندكم وقت أنا في مشفى أول ما دخلت أني قلت لهم أنا أعتبر نفسي أني انتقلت لبيت جديد أو بيت إيجار أنا انتقلت لبيت جديد راح أروح أقضي يوهجي نعم أنا أعملت مع ذلك المكان كأنه أنا أسئول عليه نعم والأطباء يرون أنني أنظف أو يقلب الحالة والمكان نظيف والجو أو الغربة صار نظيف فيهم اللي يمدحني وفيهم اللي يأتي ويقول لي راح نعاقبوك وأنت تلمسين حاجات الدولة ولماذا تلمسين حاجات الدولة؟ أنا شعملت لها على الدولة صرقتها؟ أنا أصلا دولة أنا أصلا وقنية أنا أصلا أغير على الدولة ثم أني أخرج أجيب لكم كل شيء يعني مبعض أريدكم سرة أجيب لكم أنا سرة إذا أريدكم أنا أصلا لا أعلم شيء أنا مظبقت بس نعم مثلا أغلفت أغلفت الكنابات تقريبا عندي ثلاثة كنابات الأغلفة تبحة هي جلدية وهذاك حاولت أن أدفع ندفع ندفع ماذا عملت؟ يعني أنا حبيت أن يعطيهم الدرس يعني في النظافة أنا مشكلة في غاري ما أنام على الكنابات أصلا أنام على السرير مباشرة أو على الأرض مباشرة ف ماذا عملت لي؟ سأجبت الممرضين والأطباء والكل الذين يعملون في كل الإطارات أقولوني أنت من؟ أقولوني أنا ماذا؟ أعطيتكم اسمي من عندما دخلت ماشلة أعطيتم كورونا أنا دمت سأسمي المنزق كورونا لقد أخذتهم ومعني بينهم ماذا سأقولوني ماذا كورونا كريم ؟ أقولوني أخذتكم المنزق كورونا لماذا أنا أعتبت كورونا معك؟ أنا صح في كورونا وبعدين عرفتها من شو يعني شي في البيت مع اللبنالة بس لها كمامة أنا بعدين في الأخير اكتشفت أن المكيف المكيف نزعت له الشمبيكة وكانت فيه الكثير من الغباري غبرة يعني وهذه الغبرة فيها فيروسات للأسف الشديد أنا يعني ما كنت عرفة يعني حساب الكمامة عندي كمامة موضوعة بس أنا ما استعملتها طيب هذه هي الأصل الأصل أول ما أخيراً ورح أصور لكم إن شاء الله هلا فيديو هذا بالضبط يعني هنا لو تسمح الدكتور لو تتذكر هنا تعرف البط هنا تعرفنا فيه عليك صحيح الله يبارك فيك إن شاء الله هذا هذا البط بالضبط كنا عملناه مع الدكتورة وهذا أنا كنت أبحث في اليوتيوب شوفوا معي أنا كنت أبحث في اليوتيوب فلقيت هيك يعني أنا كنت أشق يعني أن أي شي يعني فيه في وصخ عملته في البيت صرت أبحث يعني في اليوتيوب فوجدت هذا الخبير خبيب في الفيروسات يحذر من مكيفات الهواء الله يفتع لكم عدم استعمال الكليماتيزر في الفاتور لا تستعملوش المبرد في الفاتور وخاصة الكليماتيزر في البيوت ولا في المقاهي ولا في المسجد حتى وإن فتحت في الفاتور فتحوا الفيتر وخلوا لهواء طلق خاصة لفيتر تلك السيارة لكن لم نظفتهم صافي عام لم نظفتهم ليس شيء من الصيف الماضي فإذا قلقت الكليماتيزر درت الكليماتيزر غادي كل فيروسات مكروبة تبجيك ربما لا قدر الله يكون هذا الفيتر تلك السيارة معدي بهذا سواء تنظفوا أخي الكريم سواء تغيروا لكن عدم استعمال الكليماتيزر أحسن شيء لأنه إذا كان واحد معدي في السيارة ربما فالبر المروحية تلك الكليماتيزر تعدي كل وخاصة في البيوت إذا ارتفع الحرارة مع الشهر رمضان أفتحوا الكليماتيزر في أقل درجة وفتحوا في بيت فارغة خلوا يبرد البيوت كلها ومعد أطفئوه لأنه نعلم بأن الكليماتيزر كذلك أطلب من كل أرباب البيوت الآباء والأمهات نظفوا الكليماتيزر لكن قبل ما تنظف الفيتر عملوا القيناع الماسك هذا الله يفتع لكم عملوا الماسك ونقوا خطر في الكليماتيزر خرجوا مرة نظفها ونقوا خطروا صابون ونقوا خطروا ونقوا خطروا ونقوا خطروا كليماتيزر في أقل درجة ونقوا بيت فارغة لا تكونوا في الصالون موجودين وكذلك في المقاهيم شكرا لك يا أخت كريمة إن شاء الله الله يقالك كثيرا شكرا جزيلا بس كلمتين الأخيرين لو تسمح نصيحة أخيرة لو كل واحد من المنظف إلى من المنظف إلى الحارس إلى المدير إلى الرئيس في كل مكان يعني كل واحد مسؤول على مجموعة الناس لو يشتغل بس بضمير لو يشتغل بإزقان ستصير الدنيا بخير إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك سلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد